أهلا، تحياتي لك ولسهد المشاهدين وليديفكم الكريم أعتقد بأن هناك نوعا ما من تقدم غير ملحوظ ربما بشكل ثابت في المفاوضات الروسية الأوكرانية ولكن يستدل من تصريحات الجدبين الروسي والأوكراني بأنه يعني ربما بدأ يلوح في الأفق ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى حل وسط لا شك أن تركيا تساهم في عملية تفاوضية وتساهم في التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين ولكن طبعا مساهمتها مازالت متواضعة جدا ويبدو أن روسيا مازالت تعتزم القيام بهذه العملية والمضيق قدما في خوضها إلى أن تتحقق الأهداف المؤلنة من هذه العملية مع ذلك روسيا ترحب بكل جهود وساطة سواء كانت من تركيا أو من أي طرف آخر نحن نعلم أن هناك محاولات عديدة من قبل دول أوروبية ودول الجوار لأن تسهم بقسطها في ربما تحقيق بعض التقدم في هذه العملية ولكن الأمر كما أعتقد يتوقف على تطورات على الأرض مباشرة نعم أشرت إلى بوادر إيجابية في الموقف الأوكراني للوصول إلى حل وسط ما هي ملامح هذا الحل الوسط الذي تتحدث عنه؟ ملامحها ناجمة عن تصريحات الرئيس زيلنسكي الذي أفهم أن أوكرانيا لم تعود لديها أعمال تقريبا في الانضمام إلى حلف الناتو وهذا يعني أن هذه خطوة طال انتظارها من قبل موسكو الآن يمكن الحديث عن هذا الأمر ومناقشته في أثناء المباحثات طبعا بشرط تقديم دمضات أمنية إلى أوكرانيا من قبل روسيا وأطراف دولية أخرى بالإضافة إلى أن أوكرانيا ما زالت ربما تلمح كذلك إلى تنازل ما في مسألة أخرى إعلان حيادية أوكرانيا هذا الهدف ما أيضا كانت روسيا تسعى لتحقيقها نسمع ويبدو أن هذين الأمرين يماهدان لنا